استدعاء نزار بالطرق القانونية التي المفروض أن تتم لم يتم الاتصال به أو بعمه لم يتم إحضار مذكرة وتبليغه حسب الأصول والقانون وأنه ذهب إلى بيت عمه ليس لأنه يعلم بوجود مذكرة ذهب إلى بيت عمه بعد إطلاق الرصاص على منزله وترويع أطفاله يعني درجة الموت الآن ذهب إلى بيت عمه حفاظه على أطفاله وزوجته وطفلته الرضيعة لذلك لم يكن يعلم نزار أصلا بوجود مذكرة وفي الحالات السابقة كان يتصل نائم مدير جهاز الوقائي وهذا مثبت بعمه ويقول له نريد بزار ويتم استدعاء للجهاز في هذه الحالة ماذا لم تتري الأمور وفقا للقانون يعني أمام صمت الأربعة عشر عنصرا الآن الرواية منقطعة من الذي أعطى الأمر الأربعة عشر يقول له صامتين بالتالي الرواية هي السائدة أن نزار تعرض إلى القتل لم يقول أحد شيئا غير ذلك من الفرقة ولم يقولوا أن هناك من أعطاهم أو لم يعطيهم الأمر بالتالي هم في النتيجة سوف يحاكمون إذا بقوا صامتي